عايز اعرف منك بقى ازاي تقدر يسعدي بنت محجبا هي تحس ان هي لأ انا لبسة كمان على الموضة وشكلي ستايل وكول وما فيش اي مشكلة وبقدر يلبس الوين ايه النصيحة اللي تقدر يتقدمها لهم هما بيشتروا وهما بيجربوا هدومهم عليهم انا بصراحة بعمل فكرة كده معاهم عندي على الستوري هما اخليهم يختاروا معايا يعني اقول لهم انا دلوقتي هنزل اختاروا معايا ونسقوا معايا اللبس نلبس ده ولا ده ده ولا ده عشان لنفسك انت لنفسي اخليهم هما اللي يساعدوني ما يحسوش ان هما بيتفرجوا على بنت مش شبههم لا هما اللي يختاروا تنسيق اللبس دي عندهم افكار بطلع الطقم بطريقتين او بتلاتة ياخدوا منهم افكار براحتهم طيب بالنسبة للصورية دايما ان البنات المحجبات عندهم مشكلة في الصورية اكيد انت كمان كان في الاول عندك المشكلة دي ايه الحاجة اللي نقدر نعملها عشان البنت تتبقى لابسة صورية وحل وفي نفس الوقت هي محجبة فلابسة لبس مقفل وشكله لذيذ عليها مؤخرا بصراحة بقى في ديزاينرز مصريين بيعملوا سوري للمحجبات ستايلش جدا حلو جدا 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 بصراحة ممكن كمان يبقى احلى من اللي مش محجبة لان المحجبة هي بتمثل البنت يعني فيه بينك كتير محجبات في مصر فما شوف واحدة شيك ورايحة فرح ولبسة محتشم الله ايه الفستاني الحال انت لابسة فلما البنت بتشوف ان هي تقدر تبقى محجبة ولبسة فستان سوري شيك ده بيشجعها انه مش بس البنات اللي مش محجبة اللي لابسة مفتوحة او مبين جسمها هو الستايلش لا هي كمان تقدر تكون محجبة ومحتشمة صح لان فيه لبس كتير جدا على فكرة في السورية وفيه غير السورية بيكون مقفل جدا بالعكس بيبشكله احلى بكتير من الحاجات المفتحة اشتركوا في القناة